وقفنا عندها النهاردة ويمكن بتاخدنا لأمور حابين نتخلص منها في الكرة المصرية خصوصا لو امتلكنا القليل من الزكاء أو يمكن عايز أقول مش عايز أستخدم مصطلح الإنسانية لأنه قاسي ولكن تقدير الظرف وتقدير مين قدامك وضع إيه لعب ناشئ راح اختبارات النادي الإسماعيل النهاردة بتيشرت النادي الأهلي فإذا بي يفاجأ بأنه لا يدخل إلا لما يقلع تيشرت النادي الأهلي أولا تيشرت النادي الأهلي شرف للكرة المصرية زي ما تيشرت النادي الإسماعيل أول فريق حق بطولة أفريقيا لأن ديها الأبطال أكيد أيضا يشرف الكرة المصرية ففكرة أن طفل صغير داخل الاختبارات بتيشرت النادي الأهلي وتمتلك من القصوة أن أنت تحاول تخليه يخلع التيشرت ده فأنا صعب ألاقي أوصاف أقدر أقولها عن أي حد ممكن يكون جاه تفكيره أنه هو يوديه أنه هو يأذي طفل على المستوى النفسي بالشكل ده يا أخي أبسط حاجة كنت ممكن تاخده على جنبه مش وسط كل أصحابه لو أنت عندك ضوابط صارمة منك ما تدخلش الاختبارات غير بتيشرت النادي الإسماعيلي لو كانت دي الضابط كنت تقبلتها كنت ممكن تاخده على جنبه ببساطة وتدي له التيشرت تقوله انزل الاختبار بده ولكن هذه القصوة الذي تعرض لها الطفل اللي كسب تعاطف ليس الأهلوية فقط أنا أزعم أنه هو كسب تعاطف كل المصريين النهاردة يستحق مننا أولا كل التحية وكل التقدير وأعتقد أنا في رأيي أن النادي الأهلي أكيد أكيد كابتن محمود الخطيب شفناه في مواقف كتير جدا كان بيكون ليه لمسة مع مواقف اللي زي دي هو دايما بيبادر بيها أعتقد الولد ده هيكون ليه شكل من أشكال التكريم حتى داخل النادي الأهلي لأن ده شيء مهم جدا ويا جماعة مش محتاجين نروح تاريخيا وكابتن صالح سليم مع النادي الإسماعيلي في 97 في الكاس عمل إيه ولا إزاي النادي الأهلي عمل مع النادي الإسماعيلي والله التاريخ عمره ما حتوقف ولكن البعض هو اللي بيودينا المنطقة وما ينفعش نروح ليها إطلاقا يا أسان والله أنا عندي وجهة نظر وبعض المنطق خلينا نقول أن التعصب للون التيشيرت موجود حتى في أوروبا وده شيء طبيعي إحنا مش بنحس عليه هنا في مصر أنه يحصل ولكن خلينا نروح لأقصى درجة يعني حصل قبل كده مع إبراهيم سعيد لما راح إيفرتون وسابق شعره باللون الأحمر ودير بالميرسيسايد فكان أنا علاقته بس ده إبراهيم سعيد لعيب ومختلف وقصة كبيرة جدا لكن ده طفل لكن ده طفل فالتعامل مع الطفل حتى لو إحنا طبعا مش عايزين نستعرض الفيديو لأن للأمانة التعامل مع الشخص وبيتعامل مع الطفل يعني يرعي بالطفل الطفل ده لو داخل عنده بعض المهارات عاوز يظهرها يعني الحالة اللي دخل فيها وبيقلع التشيرت ويدخل بالفانيلا الداخلية كده صعبة جدا صعبة جدا نفسيا معنويا على كل حاجة أنا ما عنديش مشكلة خالص أن أنت تكون يعني عامل حدود لناديك كنادي الإسماعيلي كل من يرتدي التشيرت الأصفر هو اللي يدخل أنت مشجع للنادي الإعلي أو لعب منتمل نادي الإعلي والولد من الشرقية للأمانة وشايف أن نادي الإسماعيلية أقرب له وكتير قوي أهلوية لعبين أهلوية موجودين في النادي الإسماعيلي ده مش كلامنا ده تصراحات قبل كده صدرت من يحيا الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي فالنهاية الأمور احترافية وده للحقيقة كان موقف صعب جدا أنا ما أعتقدش النادي الإعلي بيحرم أي حد داخل بلون تشيرت معين ولو حتى ده حصل هيكون في شكل آدمي جدا ألا وهو أن أنت يكون متوفر عندك بدائل للاختبارات تشيرتات الناشئين للاختبارات حبيبي أنت لازم تلبس تشيرت ده أمر بسيط جدا وعلى فكرة ده مش كلامنا ده كلام حتى الكابتن حسني عبد الربو اللي هو يعني لعب من النجوم الإسماعيلي وحاليا مدير الكرة في النادي الإسماعيلي اتكلم بوضوح عن أن التعامل ده كان تعامل زي ما حضراتكم شايفين ده التويتة بتاعت أو البوست بتاعته بيقول أرفض مع حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا التشيرت أم لا وكان يجب منحه تشيرت النادي الإسماعيلي واحتضانه حتى تتعامل مع طفل بطريقة صحيحة وأنا أدعو الطفل والده المقابلتي غدا بالنادي لمنحه تشيرت النادي الإسماعيلي واختباره من اللجنة في وجودي نريد أن نصنع الانتماء ونمح التعاصب الذي يعود على النادي بضياء المواهب هنا الكابتن حسن عبد الربو راجل واضح جدا أنا ما عندي مشكلة أن الولد ده كان أهلاوي ولكن الولد ده لو مواهبة بالتعاصب اللي حصل من المسؤولين على انبوابات الدخول أنا فقطت كنادي إسماعيلي مواهبة ده تفكير من الكابتن حسن عبد الربو والأهم كمان أنه بص للحالة للمدية اللي ممكن يكون عليها الولد احنا أنا مش بنقول للولد لا سمح الله لا يمتلك غير تشيرت ده لكن حط الاحتمال ده افرد هو ده التشيرت اللي عنده يا أخي افرد هو لاعب بيحبه وتلاعب ده في النادي الآلي زي محمد مجد أفشا فراح بالتشيرت بتاعه بيتفائل بأنه يحضر تدريب أنت بهدوء شديد جدا قل له التشيرت ده مش هينفع استخدم تشيرت تاني الأمر بسيط جدا لكن الأمر يكون بمنطقة القصوى كده أعتقد ده صعب وصعب جدا وبنيجي نقول مين اللي بيزرع التعصب بين جماهير كرة القدم المصرية خصوصا يا أسامة زي ما انت قلت الحاجات خصوصا مع الطفلة يا جماعة بتسيب أثر نفسي لبعد كده وتكلمنا في فكرة حتى اللي هي قالها برضو كابتن حسن عبد الربو نعندناش مشكلة أي نادي حافظ على سياساته ولكن الألية اللي بتعمل بها دي لازم تراعي النضا طفل وأنا زي ما بقول أتمنى فكرة جماعة أن انت تيجي هتعوض لعب فييجي يلعب في الناشئين النادي الأهلي أكيد النادي الأهلي التفكير مش كده ممكن ياخد فرصته في اختبارات أو كل حاجة وبشيء عادل لو يستحقها هيتواجد ما يستحقش مش هيتواجد ولكن على الجانب الإنساني النادي الأهلي ممكن يقدر هذا الطفل الذي دفع حبه أنه هو يروح اختبارات بتشيرت النادي الأهلي أنا أصق تماما أن النادي الأهلي على الجانب النفسي إن شاء الله يكون مع الطفل ده وقفة وعلى الأقل يبقى حاجة زي ما ساب أثر نفسي الموقف ده فيه سيء على الجانب الآخر يتساب أثر نفسي في الطفل يتجاوز به أي ألام نفسية مر بيها أي حد عارف ده تأثيره إيه في علم النفس وأنا أعتقد أن النادي الأهلي عمره 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 ما بيسيب حد في المواقف النفسية دي ده إحنا ملوك الحتة الخاصة ممرعات أي حد عنده شيء نفسي ما كانتش بس دي القصة ده بس أنا أعايز أقول حاجة أخيرة في النقطة دي بخصوص النادي الأهلي هو ده كان ممكن يحصل بس الكابتن حسن عبد الرب ومدير الكرة أعتقد أعتقد البوست اللي كتبه ده هيوضح أن التعامل اللي حصل ده هو اعتراف ضمن واتراف صريح مش ضمن كمان أن ما حدث معاه خطأ فاللاعب في أي وقت مرحب به داخل النادي الأهلي في اختبارات قطاع النشئين في النادي الأهلي ولكن النادي الإسماعيلي متمثلا في مدير كرة القدم الكابتن حسن عبد الرب أعلن أنه هيحاول معالجة الأمر النفسي ده وده طبعا زي ما انتم شايفين يعني اللاعب في اختبارات النادي الأهلي لعب يقسامة بتيشورت النادي الإسماعيلي في اختبارات النادي الأهلي وكان الأمر عادي جدا وارتدى عادي جدا يعني سطرة التدريب دي مع الألوان المختلفة عشان يوضح القصة عن النادي الأهلي سأله وبسيطة وإحنا هنا أنا أنا يعني وفارس بنسني على دور الكابتن حسني عبد الرب إنه على الأهل ما وقفش صامت أمام حدث لأن الأمر صعب جدا في التعامل مع الطفل وده كان شيء مهم جدا فنرجو أن يتم معالجة الطفل ده بشكل نفسي على طريقة الكابتن حسن عبد الرب وإستقباله واختباره هو لو لعيب موهوب النادل إسماعيلي هيكسب موهوب لو لاعب مش موهوب على الأل دخل بشكل راقي وخرج بشكل راقي